موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان نصلط الضوء فيها اليوم على أشغال قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية وزير وشؤون الخارجية ناصر بوريطاء أكد أن تنظيم هذه القمة في المغرب والتي انطلقت أشغال دورتها الرابعة عشر تامس الأربعاء بمدينة مراكش يعد تكريسا لدور المملكة الطابعي كبوابة لإفريقيا وحلقة وصل مع شركائها العالميين كأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأضاف أن انعقاد القمة بالمغرب هو تعبير عن نتج شراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية التي بقدر تطور على المستوى الثنائي تسهم بشكل مباشر وفعال في خدمة الأمن والاستقرار في فضاءات جغرافية كبرى خاصة إفريقيا والشرق الأوسط تبعتنا لهذا الموضوع نرحب بضيفنا فيالوستوديو الخبير في القضايا الجيوستراتيجية دكتور موسى المالك أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بداية ما الطابع الذي تكتسيه قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية هذا العام خاصة أنها تأتي بعد سنتين من جائحة كورونا وكذلك هذه التوترات والسياق الجيوسياسي الحال صحيح هذه القمة تأتي في ظل صياق دولي جد متميز ولأن ما بعد كورونا تؤسسه للتنمية الاقتصادية داخل القرى الإفريقية لما بعد الكورونا التي أثرت على العالم بأسره ثم تأتي في ظل توطرات سياسية بين مجموعة من الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى وأيضا نسجل تنافس جيوستراتيجي على القرى الإفريقية من قبل الاقتصادات المختلفة الاتحاد الأوروبي الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره لماذا؟ لأن هناك قضايا الآن مصيرية تحتل الأولوية لدى مختلف البلدان وهي قضية الطاقة وقضية الأمن الغدائي وإفريقيا كثاني أكبر قرى في العالم حوالي 30 مليون كيلومتر مربع نحو خم الساكنة العالمية 1.3 مليار نسمة من السكان وهذه الساكنة هي بنية ساكنة شابة وهي مستقبل فرص التنمية الاقتصادية مستقبلا والتنمية المستدامة ثم أنها تضم مساحات كبرى من الأراضي الفلاحية غير المستغلة غير المستغلة والتي لها كلمتها في توفير الغداء العالمي في المستقبل المنظور ثم من حيث تنوع ترواتها الطبيعية السماكية الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة الرحية والطاقة الكهرومائية إذن إفريقيا هي مستقبل فرص التنمية نعم طبعا سوف نناقش هذه المواضيع التي تناقش اليوم في هذه القمة قبل ذلك هذه الدورة 14 لهذه القمة تجري أشغالها بمدينة مراكوش ما دلالات إنعقاد هذه القمة اليوم على أرض المملكة المغربية طبيعة الحال المغرب له شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وشراكة عريقة جدا لأن أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية وفي السنتين الأخيرتين تعززت هذه الشراكة خاصة مع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية فهذه القوة تنظر للمغرب على أسس أنها منصة قارية للتنمية كمنطلق للتنمية داخل البلد الإفريقية انتلاقا من موقعه الجيوستراتيجي والاستقرار الذي يحظى به وأيضا مصداقيته لدى الدول الإفريقية لأن المغرب بعد عودته القوية إلى الاتحاد الإفريقي ومباشرة لمشاريع التنمية واستثمار في البنية التحتية والخدمات البنكية إلى آخره في القارة الإفريقية رفع الشعار صادق لهو التعاون جنوب جنوب والتعاون رابح رابح أي التعاون الذي يحقق منفعة وربحا وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للجميع لذلك فاختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في انعقاد هذه القمة يحمل بطبع الحال دلالات كبرى ترصخ مكانتان مركزية ومصداقيتها داخل المجتمع الدولي ماذا عن الولايات المتحدة؟ ما خصوصية العلاقات الاقتصادية الأمريكية والإفريقية؟ سؤال بي بطريقة أخرى ما سر تزايد الاهتمام اليوم الأمريكي بالقارة الإفريقية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم العودة بالقوة للساحة الإفريقية لأنها تدرك أهمية هذه القارة ودورها في رسم ملامح النظام العالمي المستقبلي والنظام الاقتصادي في المستقبل وهذا كان واضحا من خلال كلمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي قدمت بشكل مسجل تعترف فيها بمكانة وأهمية القارة الإفريقية ولذلك أيضا صرحت بأن هناك قمة مبرمجة في العاصمة الأمريكية نواكشوت في نهاية دجنبير سوف تخصص للشراكة الاقتصادية والإقلاع الاقتصادي لفائدة القارة الإفريقية إذن هذا اهتمام انطلاقا من المسائل التي تحدثنا عنها في البداية وهي ما هي الميزة المضافة كسوق اقتصادية واعدة كقارة تحقق نسبة نمو سنوي مرتفعة وهي 6% ثم هناك ملفات كبرى تحتاج الاستثمارات ملف الطاقة، ملف الأمن الغدائي، ملف الصحة، ملف التحول الرقمي وأيضا في إطار التنافس الاقتصادي والجيوستراتيجي بين القوى الكبرى التي هي الصين، روسيا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نعم طيب المغرب كيف ينظر لهذه القمة باعتباره كما تعلم دكتور باعتباره الدولة الإفريقية الأولى والوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية كيف ينظر المغرب إلى هذه القمة؟ وبطبيعة الحال المغرب كبلد إفريقي انخرط منذ عقود انخراطا جديا في تفكير في القضايا الحساسة بالنسبة للقرى الإفريقية والانخراط في تخطيط مستقبل تنمية الاقتصادية والجمعية المستدامة ولذلك فهذه ليست القمة الأولى التي استضفها المغرب في هذا الإطار هناك قمم دولية متعددة وفي قضايا متعددة فيحاول أن يضيف دوره الإقليمي والقاري وعلاقات استراتيجية بمجموعة متكتولة الاقتصادية من أجل خدمة قضية التنمية الاقتصادية داخل القرى الإفريقية لأنه يرى أن هناك ترابطا كبيرا وأن الاقتصاد العالمي وفي حاجة لهذا التعاون فالمستقبل هو للتعاون الذي يضمن الزهار ونماء الشعوب ومصلحة الجميع والحقق معادلة رابح رابح إذن المغرب ما الدور الذي يمكن أن يطلع به اليوم في تعزيز هذه الشراكة وهذا التعاون بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية وبالتالي هو يمكن أن يقود مصار تعزيز هذا التعاون بين الجانبين صحيح في هذه القمة يجتمع أزيد من ألف مشارك من كبار المسؤولين في الشركات الاقتصادية الكبرى متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إفريقيا يحضر أيضا رئيس البنك الإفريقي التنمية أكينومي أديسينا فهو يقوم بالتقريب بين الاحتياجات الإفريقية في مجال التنمية وأيضا للمستثمرين وأيضا الانفتاح على القطاع الخاص وهو من بين ما يمزل سمات هذه القمة فهو مجال للتبادل والتقريب والتفكير التشاركي في تخطيط التنمية المستقبلية المستدمة التي تعود بالنفع على كافة الإطراف ولذلك هو منصة كما قلت في بداية أصبح منصة إقليمية ومنصة قارية كمدخل لتوسيع السيثمارات في القارة الإفريقية وأيضا لأنه بلد رائد وصار في طريق التنمية ويقدم نموذجا واستطاع في مختلف هذه القادة التي تتحدثنا عنها سواء فيما يتعلق بالطاقة المتجددة سواء فيما يتعلق بالأمل الغدائي كذلك تبدأ الجهود في التحول الرقمي إلى آخره ويجعله في المستقبل من التعليم والصحة في مقدمة ملفاته الكبرى طيب نود نتطرق إلى مقتطف من الكلمة الافتتاحية لسيد بوريطا في افتتاح هذه القمة عندما قال وأكد على الحاجة إلى العمل سويا من أجل بناء اقتصاد إفريقيا تطلع إلى المستقبل وقال بأن هذا لن يتسنى إلا بشارتين وهما قيام الدول الإفريقية بإصلاحات اقتصادية ضرورية والثاني هو قيام القطع الخاص بدوره الوطني ما أهمية القطع الخاص هنا اليوم؟ بطبيعة الحال تحدثنا عن النقطة وهي من الميزات التي ميزت هذه القمة وهو الدور الفاعل لاستثمارات القطاع الخاص وتوجيهها نحو الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية للقارة ونحو الأولويات ومسألة الإصلاحات فهي فعلا هذه مسؤولية جماعية لقادة البلدان الإفريقية لانتشال هذه القارة من الهامش التي كانت عليها ومن مجموعة مشاكل عدم الاستقرار مشاكل بيئية مشاكل توطرات وقيمة إلى آخره والانكباب على إصلاح حقيقي مؤسساتي اجتماعي اقتصادي يحقق ازدهار ونمأ ووحدة الوحدة الترابية وسيادة الدول الإفريقية نعم إذن ختاما كيف يمكن للأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة وإفريقيا المساهمة في التنمية وخصوصا تحقيق انتعاش مستدام في قطاعات استراتيجية كما ذكرت الصحة التمويل الطاقة مثل هذه الملفات المهمة والملحة نعم أمريكا مثلا استثمارات نحو 50 مليار دولار سنة 2020 ونائبة رئيس أمريكي قالت أن الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا وصلت نحو 700 مليار دولار إذن هذا الضخ هذا الحجم الكبير من الموارد المالية وخاصة من العملة الصعبة في الاستثمارات في القطاعات ديال النقل وديال البنيات التحتية وفي الطاقة وفي الأمن الغدائي بكل تأكيد سيسهموا في تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية هذه البلدان لديها موارد طبيعية وطاقية إلى خيره لكنها موارد خام فرص للتنمية لن تكون منتجة ولن يستفيد منها سكان القرى الإفريقية بشكل حقيقي إلا عندما تستطمر فيها هذه الاستثمارات الضخمة ويتم النهوض فيها فتصبح منتجة وتعطي أكلها نعم الخبير في القضايا الجيوستراتيجية دكتور موسى المالكي شكرا جزيلا لك شكرا لك لكل هذه التوضيحات ختام هذه الفقرة ومشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء